يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه الرعية التي استرعاك الله إياها يا أيها الأب يا أيها الولي وكذلك الأم رعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كل مسلم يتق الله تعالى في رعيته فيحملهم على طاعة الله ويكفهم عن معصية الله ويربيهم على التوحيد وإذ قال لكمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكذلك يربيهم على عبادة الله يا بني أقم الصلاة وعلى الواجبات الشرعية كذلك يربيهم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وعلى أعمال القلوب واصبر على ما أصابك وعلى الأخلاق الحميدة ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة واخفض من وكذلك اقصد في مشيك اغضض من صوتك واحفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمطاجع أما الصيام الصغار فقد قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا تعاشراء وكان صومه طبعا مفترضا قبل رمضان أرسل إلى قرى الأنصار من أصبح مفترا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار رواه البخاري ومسلم ورغم أن هذه الطفولة ليست مرحلة تكليف لكن مرحلة إعداد وتدريب وتمرين وتعويد ليسهل على الصبي أداء الفرائض من صلاة وصيام ويتعلم القرب من الله تعالى يتربى وتتربى فيه إرادته تقوى بالصبر على الجوع والعطش ويتعود كذلك بعدا عن الترف رب الصحابة أطفالهم على عبادة الصيام وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب صوم الصبيان حديث عمر رضي الله عنه قال لرجل سكران في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه قال لرجل سكران في رمضان ويلك وصبياننا صيام أنت تسكر صبياننا صيام فضربه والتمرين على الصيام بالنسبة للصغار إذا أطاقوه يؤمرون به ابتداء من السبع والعشر كالصلاة وكذلك قال الشيخ عبد العيز باز رحمه الله الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم إهمال الصغار وعدم أمرهم بالصلاة وعدم أمرهم بالصيام وعدم أمر البنت بالحجاب من هذه السن عند حصول التمييز سيؤدي هذا الإهمال إلى أن يفاجأوا بهذه العبادات والفرائض والواجبات عند البلوغ من غير أي استعدادات مسبقة وأي تمرين وتعويض سابق وهذا خطير جدا نتائجه خطيرة أما تحبيب الأطفال في الصيام وتعويضهم علي بحسب قدرتهم بحسب طاقتهم لا يؤمر الصبي بما يضره وكونه طبعا يجوع هذا طبيعي ولذلك كان الصحابة يعني كانوا يعودون أطفالهم على الصيام ويصبرونهم بالألعاب كنا نجع لهم اللعب من العهن حتى يكون عند الإفطار كما قالت الربيع رضي الله عنها واستخدام أسلوب الترغيب جميل جدا وتذكير الولد بأجر الصيام وهذا الصيام في الحقيقة يمكن التدرج فيه مع الأطفال كأن يصوم بعض النهار ثم يزيد المدة شيئا فشيئا حتى يطيق الصيام إلى المغرب تشجيع الجوائز وشغل الوقت بالمفيد هذا فيه تسلية لهم واستثمار لأوقاتهم وتعويد لهم وهناك مسابقات رمضانية عائلية أسرية جيدة ادخالهم فيها وإشراكهم سيكون جميلا جدا إن تعويد أولادنا على الجد والاجتهاد وأن لا تكون القضية قضية فقط نوم وكسل من التربية الجميلة الجيدة نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا